اشتركوا في القناة لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا مستقيمين هادينا مهتدين فثبتنا على هدايتك وعافنا مما ابتليت به الزائغين اللهم اشفي مرضى وحرر بالنصر الأسرى وارحم اللهم الموتى اللهم اجعل يومنا في سبيلك اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآل محمد جمعة مباركة على الجميع بالنسبة لتوقعاتنا اليوم مثل ما حكينا آلها يوم الجمعة 9 أيلول طبعا القمر الآن في مرحلة خلوه مسار هو موجود في برج الدلو ولكن في ساعات الصباح رح ينتقل وصير في برج الحوت هو الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يمكث القمر في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 11.44 دقيقة من ظهر اليوم الجمعة 9-9 لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر وبما إن القمر من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح موجود القمر في برج الدلو فمنظل نشعر إنه بماسة حاجة للتغيير والروتين بكون عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومنشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز ستيريو أو تلفاز أو أجهزة إلكترونية وتجربة طعام جديد زي ما حكينا إحنا في فترة خلو مسار وخلو المسار هذا مستمر من الساعة 12.33 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش من ظهر اليوم الخميس ورح يضل لغاية صباح يوم الجمعة يعني لغاية الساعة 4.42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعدها القمر رح ينتقل ويستقر في برج الحوت هذا بيعني أنه إحنا في فترة سلبية هذه الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع حقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنا ثلاث زوايا بطيئة قائمة في زوايا بل بدأت إنها تعطي تأثيراتها ولكنها لسا ما دخلت في مرحلة القوة فعشان هي كما بنا نذكرها الزوايا المؤثرة هي زاوية التثلية الإيجابية بين الشمس وبين المشتري وحكينا أنه هي تأثيراتها لغاية يوم 15-9 هاي الزاوية بتعزز قدراتنا على الإدارية خاصة وبتطفي جاذبية على شخصيتنا كما بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثلية منفصلة وهي بين عطارد وبين المريخ واللي رح تبدأ تأثيراتها طبعا بدأت تأثيراتها يوم 29-8 واليوم آخر يوم لتأثيراتها هي زاوية منفصلة إيجابية فبسود شعور عم بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبرضو بتعزز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع السلبي المنفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس والنهاية تأثيراتها لغاية يوم 16-11 بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومترمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة القمر بعد انتهاء خلو المسار يعني الساعة 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بكون انتقل واستقر في برج الحوت عشان هيك بتبلش تأثر علينا صفات برج الحوت على جميع الأبراج فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما بننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن أن البعض يقعوا في حبائل الغرام وبواسعنا في هاي الفترة التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور واختناء آل التصوير أما بالنسبة للزوايا السريعة اللي رح تتشكل اليوم فعنا زاويتين وبرضو الزاويتين هدولا سلبيات الزاوية الأولى هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون دروتها الساعة واحدة وتسعة وتلاثين دقيقة صباحا بتوقيت ظهرا عفوا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي تأثيراتها من ساعات الفجر وبتستمر لغاية ساعات منتصف الليل من يعني طيلة نهار يوم الجمعة أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي زاوية طبعا رح تكون في ساعات المساء المتأخرة يعني ساعة 11 و7 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ولكن تأثيراتها بتبدأ من ساعات ما بعد الظهر وبتستمر لغاية صباح يوم السبت بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات الصباح بيصير عنا الأعضاء هم القدمان وأصابع القدم والغد النخامية والغد الصنوبرية والأندروفين وهو الهرمون المسكن للآلام والميتالونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك بالفترة هاي بنشعر بالآلام أكثر من المعتاد وبيصير عنا قلة بالنوم أو كوابيس أو عدم الراحة أثناء النوم وأحلام وأضغاث أحلام فعشان هيك بتكون تنتبهوا في هاي الفترة بالنسبة لهذا اليوم طبعا بدأ القمر بمراحل الابتمال فعشان هيك العمليات الجراحية خلال فترة الأربع أيام القادمة إذا كانت اضطرارية ننصح فيها يعني عملوها ما في أي مشاكل ولكن إذا ما كانت اضطرارية وفي مجال التأجيل تؤجل هاي الفترة طبعا مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة يعني بما أنه حكيان عن جراحة عمليات كبيرة لا فبرضو مش اضطرارية تأجيلها بيكون أفضل بالنسبة لهذه المرحلة لأنه القمر في مراحل الاكتمال الكامل فلا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وأيضا يصلح للقص العلادي بالنسبة للأشخاص اللي بيسألوا عن الحجامة طبعا ابتداء من اليوم الجمعة تبدأ مراحل الاكتمال معناته فترة مناسبة خلال اليوم والأيام القادمة يعني لغاية يوم 14 الشهر هي فترة مناسبة أنا بقول يعني هي من اليوم اللي هو 9-9 ولغاية يوم 13-9 تعتبر هاي أيام مناسبة للحجامة بعدها ما لا تصلح بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم بيكون يوم الأحد يوم 11-9 بيبدأ في تمام الساعة 12 و29 دقيقة بعد منتصف الليل السبت على الأحد يعني أول نص ساعة من دخولنا في يوم الأحد بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بعدها القمر بنتقل لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل عمره 13 يوم في تمام الساعة 4 و 36 دقيقة بعد العصر بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 تسعة منتحسة بنسبة 10% الآن ولكن في ساعات العصر ترتفع نسبة النحوسة إلى 40% لأنه بدأت الزاوية المنفصلة ما بين الشمس وبين المريخ بدأت تتشكل القمر في الدلو بدأ ينتقل للحوت زي ما حكينا في ساعات الصباح ورح يمكث في الحوت لغاية يوم 11 تسعة منتحس الآن بنسبة 50% في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 40% وبيكمل طيلة النهار على 40% منتحس عطارد في الميزان حتى يوم 10 تسعة طبعا بدأت التأثيرات تزداد لبداية عملية التراجع لأنه يوم 10 تسعة بداية التراجع لعطارد فاليوم بدأت التأثيرات التزيد فعشان هيك الأعمال الأمور الرسمية زواجه ارتباط أشياء مهمة مراسلات سفريات كلها هي بتكونوا حذرين فيها طبعا ما زال هو سعيد ولكن اليوم نزلت نسبة سعودته لعشرة في المية الزهرة في العذراء حتى يوم 29 تسعة منتحس بنسبة عشرة في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوث بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا ما زلت الأجواء الإجتماعية هي اللي بتسيطر عليكم خلال هاي الساعات القادمة لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتنشطوا بين الأصدقاء والاتصالات واللقاءات والأمور الإجتماعية ولكن بدأت طاقتكم تنزل لأنه في ساعات الصباح القمر بصير موجود في بيت المتاعب فبتبدأوا من ساعات الصباح تشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم شيء تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وتخلدوا للراحة انتوا في هاي الأيام القادمة يعني لغاية صباح يوم الأحد في أضعف وأقل أيام الشهر حظا فما تراهنوا على الحظوظ أبدا وما تحسموا أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب بتوقعوا أنه يكون في بعض الفوضى أو التأخير أو الخسارة أو ردات الفعل اللي ممكن تستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وأيضا علاقاتكم مع المسؤولين في هاي الفترة لأنها فترة تخلوا مسار ما تتخذوا قرارات حاسمة ما تشوهوا سمعتكم ما تجازفوا وما تغامروا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم حاولوا أنكم تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران خلال هذا اليوم فحاولوا أنكم ما تبقوا وحدين واستغلوا العلاقات الاجتماعية لتسيير أموركم وأخرجوا للقاء الناس برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة أو عنده سفر أو عنده تنقلات بده يستعد بشكل جيد لأن القمر ما زال موجود في البيت التاسع بعطيك إيجابية ولكن خلو المسار بتطلب مننا أن نحذر في الأمور اللي ذكرناها أما في ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت السمعة فهنا بتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وبتصير اليومين القادمات مناسبات لللي بيبحثوا عن عمل أهمش إن كنت قدموا أفضل ما عندكم لعلكوا إن كنت تحققوا إنجاز أو تحرزوا نوع من أنواع التقدم في الأيام القادمة ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منكم إن كنت تكونوا على قدر المسئولية تعتبر هاي فترة فيها شوية صعوبة لأنها تستفز سمعتك تحديدا برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان من الآن ولغاية ساعات الصباح بتظل التركيز على الأموال المشتركة أهم إن كنت تتفحصوا حساباتكم فواتيركم دفعاتكم أموال الشريك بالفترة هاي ويمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة في ساعات الصباح طبعا بتصير الفترة ممتازة أحسن وأقوى بالنسبة لإلكم وتعتبر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيهتموا بشؤون بعيدة أو خارج البلاد أو أجانب أو أشخاص بيتواصلوا معهم أو بيتراسلوا معهم وبتنجحوا برضو في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهم شيء هو ما ترتجلوا أعمالكم ما تستخفوا بواجباتكم إلى أضواء مسلطة عليكم حاولوا أنكم تكونوا جاهزين لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا لازم تستغلوها لأنها لصالحكم برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وطبعا هذا يوم مناسب للأمور الشراكة وتعزيز الشراكة وغير مناسب أن طاقتكم ما زالت ضعيفة لأن القمر موجود مقابلكم فأي شيء ممكن أنه يستفزك ابعد عن المشاكل واضبط عصابك ما تتخذ أي قرار في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما رح تعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لأنكم تصير بحاجة للرعاية حادروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية خلال هذا اليوم وخصوصا برضو الأمور المالية أنتوا بحاجة لاستشار ذوي الخبرة ممكن اليوم تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو مستردات هبات أو أمور إلها علاقة بضريبة أو بنك أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية أهم إشي أنكم ما تتذمروا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم ما تبدروا لعمل جديد طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح اضبطوا عصابكم انتبهوا لصحتكم حاولوا برضو يعني تشحنوا حالكم بطاقة إيجابية لأن طاقتكم بدأت تنزل الآن القمر بده يدخل في مرحل المقابل لإلكم فعشان هيك في ساعات الصباح بتتركز جهودكم نحو تدعيم شركاتكم وتعتبر هاي فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هاي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة اللي ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك بدك تبتعد عن الأجواء العدائية لأنه بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وحذر المشاكل على أنواعها تعتبر فترة صعبة لأنه برضو القمر منتحس فيها والشمس برضو منتحسة فهاي أشياء صعبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتظل العاطفة قوية عندكم وبتميلوا لتقرب من أحبائكم والتجاوب معهم ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحبائكم أو على أبنائكم بظل في شيء عاطفي موجود العلاقات الاجتماعية العائلية قوية جداً بالفترة هاي وبتزداد أكثر فأكثر ممكن أنه يكون في عندك خوف أو قلق على أحد الأحبة أو أحد الأبناء طبعاً في ساعات الصباح بدك تنتبه بشكل جيد لأنه القمر رح ينتقل وصير في البيت السادس اللي إلوه علاقة بالعمل وبالصحة فبيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم تعتبر هاي فترة مناسبة للممارسة نشاط بدني أو تحرك أو مراجعات طبية أو فحصات ممكن تشتكوا خلال يومين القادمات من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم شيء ما تأجلوا عملكم وما تضيعوا الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جداً وحاول أنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم وحاولوا تضبطوا عصابكم وحاولوا أنكم ما تخوضوا بأي قرار له علاقة بالبيت والعائلة وابعدوا عن المشاكل قدر الإمكان وبالفترة هاي في ساعات الصباح بالأجواء رح تتغير تماماً لصالحك لأن القمر رح يصير في البيت الخامس لا إلك فبتجتازوا فترة خلال اليومين القادمات فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار إلى نشاطاتك وعدم التلك حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تطلق مشاريع جديدة أو تتلقى إجابات أو إشارات مهمة ابتسم لأن الحظ أكيد رح يدعمك في خلال اليومين القادمات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده تنقلات بده ينتبه بشكل جيد انتبهوا أثناء تنقلاتكم قيادتكم للسيارة حركتكم قراراتكم ردات فعلكم وعصبيتكم وحاولوا أن يكونوا كلامكم واضح لأنها فترة خلوم مسار وهذا البيت الثالث يعني بخلي شوي في جوم من العصبية والقمر في ساعات الصباح رح ينتقل وصير في البيت الرابع يعني تربيع مع برجك رح يضغطك بشكل أكثر فممكن من خلال ساعات الصباح وخلال يومين القادمات ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية حاولوا أن تلطفوا الأجواء تفادي لأي أزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد أو قرار أو حوار بشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحظوظ بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات قدر الإمكان ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وبرضو في نفس اللحظة انتبهوا على موالكم من السرقة أو الضياع وما تكفلوا أو تضمنوا حد في هذه الساعات ما زالت الأجواء تحمل فرص لمكاسب مالية ولكن أنا شايف المصريف أو المتطلبات المالية أكثر في ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما وبتصير لصالحكم تكثر عندكم الاتصالات خلال هذا اليوم والتنقلات وتعتبر هذه فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة أو تعزيز العلاقة مع الإخوة أو الجيران وتعتبر هذه فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا في طرح موضوع حساس وممكن خلال هذا اليوم أو بكرة تقدم على عمل مهم يلفت النظر والإعجاب أهم إشي زي ما حكينا ما تتخذوا قرارات حاسمة بدون ما تراجعوا الأمور بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا عندكم نشاطة عالية جدا خلال يوم هذا لأن القمر ما زال موجود ولكن من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تشعر ببعض الملل فقدان الثقة بالنفس ما في حماسة إيش يزعجك يوترك فعشان هيك حاول أنك ما تهتم بأي شيء ما تتخذ أي قرارات وواصلوا أعمالك ولي بدأتوا فيها زي عمل روتيني فقط في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما فممكن خلال هذا اليوم تحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة حاولوا أنك تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي ويبتستعيد ثقتك بنفسك ولكن بدك تحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التعب بظلم سيطر عليكم لغاية ساعات الفجر تقريبا أو ساعات الصباح لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب والآن خلوم مسار فتعتبر فترة ضاغطة لازم تنتبه وتضبط أعصابك فيها في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لصالحك بتبدأوا فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع ممكن تعززوا معنوياتكم أو تشحنوا حالكم بطاقة جديدة تتحمسوا لمبادرة أو لإدخال تعديلات على حياتكم تعتبر هاي فترة بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجئة أو خبر صار حاول أنه يعني تكون جاهز لأنه ممكن أنك بتستعد لورشة جديدة ولكن حاول ما تتخذ قرارات حاسمة تعتبر هاي فترة إيجابية وليصالحك فيها كثير من الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء